بعد سنوات من المنفى عدت مبار المرأة الزرافة البرمية إلى ديارها في ولاية كايا حيث باتت تأمل العيش بفضل موارد السياحة من خلال تطوير عمل حرافي يسلط الضوء على مزايا شعبها فعلى مدى سنوات أمنت النساء من قبيلة كايا مورد رزقهن من خلال التقاط صور مع السياح المتعطشين للاحتفاظ بذكريات من الإجازات في وجهات غير تقليدية في القرى التايلندية المجاورة إذا جذبنا الكثير من السياح فستعود كل فتيات قبيلة كايان إلى هنا وبالنسبة لنساء كايان تعتبر الحلقات الموضوعة حول الرقبة علامة تقليدية للجمال ويتم وضع أولى هذه الحلقات حول رقاب الفتيات منذ سن الخامسة وفي سن البلوغ يمكن للمرأة أن تضع حتى 25 حلقة بوزن نجمالي يبلغ 5 كيلوغرامات ما يرخي بثقل مؤلم على الكتفين والطرقوة كنت عاطلة عن العمل لذلك اشتريت هذا المتجر وأديره منذ حوالي شهرين لكن البيع ليس جيدا ويسجل عدد نساء قبيلة كايان اللواتي ضعن هذه الحلقات تراجعا كبيرا فبعض العائلات لا تملك الإمكانات لشرائها والكثير من الفتيات يدركنا أن وضعها سيمثل عائقا أمامهن لإيجاد عمل في المدينة ترجمة نانسي قنقر